بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من زلسلة ملاحظات هامة عن معالجة نيشور النهاردة هنتكلم عن انسداد المرشحات في البداية نحب نقول لنا المعلومات اللي هنتكلم عليها النهاردة و هنقولها من كورس جامعة تيو دلفت الهولندية كورس درينكين جوتر تريتمينت هنتكلم النهاردة عن ايه؟ هنتكلم عن ظاهرة انسداد المرشحات هنتكلم عن فقد في الضغط و هنتكلم عن معنى أو أسباب انسداد المرشحات في البداية نحن طبعا عارفين عملية الترشيح في أي مرشح المية المروقة إن كان مرشح في محطة تقليدية أو المية الخام لو كان في محطة الترشيح مباشر بينزل على الوسط الترشيح من أعلى إلى أسفل يعني احنا نتكلم دلوقتي على المرشحات الرملية السريعة اللي بتعمل بالجاذبية فطبعا هو أول في البداية خالص وسترشيحي بيبقى وسط نظيف والمسام بتاعته مفتوحة ففي البداية المرشح بيشتغل ومع الوقت تدريجيا بتجمع الشوائب اللي بتتحيش داخل وسترشيحي وتدي تسد المسام وبالتالي بيحصل ظاهرة الانسداد لكن احنا بتكلم عن ايه من النهاردة بنكلم عن ظاهرة الانسداد المفاجئ اللي بيحصل للمرشحات كل المرشحات زي ما تشايفين كده ممكن جدا في لحظة تلاقي إن المرشحات بيحصل لها ظاهرة زي كده المرشح بمرة واحدة منسوب المية فيه بيعلى وما بقاش يصرف المية بتاعته وبالتالي احنا بنقول المرشح تصدر او المرشح تسد فجأة عشان نفهم بالزبط ايه اللي بيحصل داخل المرشح هنتكلم شوية عن الهيدروليك بتاع الترشيح بصوا احنا هنكفرد دلوقتي انه عندنا ايه المرشح اللي هو عمود الترشيح اللي هو الاصفر على الشمال ده وهنقول ان هو ده هنحط فيه وصف ترشيحي والمية هتبقى فوقيه والمفروض المية هتتحرك من النقطة ايه لبي لسي وبعدين كده تخرج لايه من خلال ايه الخزان اللي على الجنب ده الخزان اللي المفروض المرشح بيودي عليه عشان نفهم ايه اللي بيحصل بالزبط داخل المرشح فاحنا هنبتدي ناخد لقطة من كل على مسافات مختلفة من اه الارتفاع المية يعني هناخد اه منسوب المية اه او او ناخد الضغط من النقطة مختلفة زي ما تشاهد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس نقط في المرشح بناخد ارتفاع المية فيهم قد ايه ارتفاع المية ده بيقول لنا الضغط في النقطة دي قد ايه بالزبط فطبعا طول ما المية ماشية هتلاحظ ان فيه اختلاف ما بين ارتفاع المية في كل عمود بالاعمدة دي كل عمود يقول لك ايه الضغط في نقطة دي قد ايه يعني كل عمود بالاعمدة ديه المنسوب المية فيه يقول لك التطريقة اللي احنا هنكلام عليها خدوا بالكم طبعاκ لحظوا ان اول فوق خالسب اعلى واحد هتلاقي منسوب المية فيه على ارتفاع معين والاخير خالص اللي هو واخد من من تحت المرشح منسوب المية فيه مختلف مش هو او نفس المنسوب فيه فرق بينهم اتش ال-ança ده اللي احنا بنسميه ده الفائد في الضغط في مية ايه ما بين نقطة أعلى المرشح ونقطة أسفل الوسط الترشيحي ده اللي احنا بنسميه الفاتف ضغط هنتكلم بالزبط بالتفصيل ايه اللي بيحصل أثناء الترشيح شوفوا بقى طيب هنشوف بقى بالزبط ايه اللي بيحصل داخل المرشح هذا المرشح بتاعنا برضو ركب عليه العنابيب اللي بتقيس الضغوط عند نقط على التفاعات مختلفة والمية بتمشي فيه من تحت من فوق لتحت يعني من أعلى إلى أسفل طبعا في البداية الخالص احنا هنقفل المرشح يعني مش هندخله مية ومش هنخرج منه مية كده المية مش هتبقى ماشية خالص وحبتدي نرسم نقطة الضغط دي ونسجلها على رسم بياني هيبقى المنظر شكله ايه قادي أولا المحور الرأسي والأفقي الرأسي هو الارتفاع النقطة اللي حنقص عندها ارتفاع النقطة اللي حنقص عندها والأفقي اللي هو الضغط الضغط هنا بيزيد من الشمال اليمين يعني الارتفاع بتاعنا هنسجله عند كل نقطة فلو كان لو قسنا في أثناء المرشح هو مقفول حدينا الرسمة بالشكل ده طيب يعني ايه؟ يعني دلوقتي الرمل المية مش ماشية وبالتالي النقطة الفؤنية خالص عند سطح المية الضغط الطاحة جوي لأن احنا عندنا الصفر هو المحور الرأسي ده ده نقطة صفر محور رأسي فأول نقطة فوق خالص هتبقى الضغط فيها بصفر يعني ارتفاع المية هو نفس الارتفاع ده النقطة لتحتها هتلاقي الضغط زاد النقطة لتحتها بيزيد أكتر النقطة لتحتها بيزيد لغاية آخر نقطة خالص الخمسة الأخيرة هتلاقيها بتقيس ارتفاع المية في العمود بتاعنا أو في المرشح بتاعنا في الحالة دي احنا بنقول ايه مفيش ترشيح احنا قفلين المرشح وفيش ترشيح هتلاقي كل نقطة بتقيس ارتفاع المية طبيعي يعني الضغط عندها هو ضغط المية أو ارتفاع المية اللي هو فيها كده تمام طيب هنفتل نشغل المرشح نفتح المية وتعدي الترشيح اللي هيحصل هنلاقي ان الضغوط اختلفت بقى شكلها بالمنظر ده يعني ايه يعني النقط اللي هي في المية من غير الرمل لكن النقط اللي جوه الرمل ابتدت الضغط فيها يعني خفض عن الاول طب ليه دي بسبب مقاومة الرمل لمرور المية في خلال الوسطة ترشيح فتلاقي ان اخر نقطة اختلفت عن الاول اللي ضغط فيها بمقدر اخر نقطة اللي هي تحت الوسطة ترشيح لما تيجي تقيس الفرق ما بينها وما بين الضغط ارتفاع العمود المية عندها هتلاقي ان فيه فقد في الضغط كمية من الضغط مش موجودة ما تقستش اقل اتش نوت ايه بقى الفرق ده بقى الفرق ده بيسموه الفقد اللي ابتدائي في الضغط الفقد اللي ابتدائي في الضغط يعني المرشح لسه نضيف اول تشغيل له لسه ما سمه مفتوحة لسه ما سميته زي ما هي ولما تيجي تقيس تلاقي المية برضه في مقاومة مقاومة الرمل النظيف المقاومة دي ايه المقاومة دي نقدر قولنا هي اتش نوت هي فرق اللي قاسه اللي متقاس على الرسمة قدامه طيب بعد 20 ساعة هنرسم منحنة تاني هنلاقي منحنة تاني عمل كده ايه ده اختلف كده ليه اختلف بسبب ان المسامة بتاعت الرمل ابتدت تتملى بالشوائب وبالتالي المسامة بتزيد بتبديق وكل ما المسامة دي بتادي اكتر كل ما بقى فقد في الضغط اكتر فتلاقي الفقد في الضغط زاد لغاية اتش زي ما انتم شايفين كده طيب انا افترض هنسيب المرشح يشتغل كمان فبالتالي المسامة تديق كمان هتلاقي المرشح ابتدى الضغوط داخله تختلف وبقت رسمة الشكل ده الشكل ده بعد 40 ساعة تايمان شايفين الضغوط يعني اختلف الداخل الوسط رشيحي لدرجة ان الضغوط بقى بقت بالنجاتف بقت بالسالب المفقد في الضغط بقى عالي جدا بقى اكتر من وزن المية نفسها الموجودة فوق المرشح طب ده معنى ايه معنى هن كده طالما حصل فقد في الضغط والضغط داخل المرشح بقى نيجاتف معنى كده ان المرشح ما بقاش يطلع المرشح هنا تسد تصدر حبس هوى داخله ما بقاش يحصل عملية الترشيح ده بيحصل امتى بقى جماعة بيحصل امتى بيحصل زي ما انت شايفين كده بسبب التشغيل الطويل للمرشح واللي انسداد الشديد وفي نفس الوقت ان مية فوق المرشح ما بزيتش ارتفاعها ما بزيتش يعني المرشح ده من المرشحات اللي بيسموها المرشحات الشالو فلتر او المرشحات الضحلة المية ما بترتفعش قوي المية دايما منصوبها فوق المرشح منصوبها سابت ما بيرتفعش لان في بعض المرشحات والانسداد بيزيد. هيجي وقت الانسداد اللي في الرمل اللي في الرمل والمساء بتاعته والفقد اللي في الضغط حيبقى اعلى او اكتر من وزن الميا الي فوق الرمل. وبالتالي ما بيعديش المياه. دي الظاهرة دي اسمها ظاهرة الitting pressure ان المرشح بيحبس جواهوة. احنا بنقول كده بيحبس جواههوة. اول ظاهرة ال� resposta and how did you put across ا splitting time? زي ما قولنا كده لما المرشح يشتغل فترات طويلة او او ينسد ويكون الانسداد اكتر من وزن المية اللي فوق الوسط الترشيح طيب خدوا بالكم امال ايه اللي يقدر يقول لنا بينسد طيب وبينسد بسرعة ولا بينسد عادي ولا هو كده معدل معدل الانسداد الطبيعي طيب والانسداد ده بيعتمد على ايه اللي بيحكم عملية الانسداد وعملية الترشيح ده اللي بيحكمه المعادلة اللي قدامنا دي المعادلة اللي على اليمين اللي هي بتقول اتش نوت بتساوي مية وتمانين على جي في ميو في واحد ناقص بي نوت تخلقوس لكل تربيع على بي نوت تكعيب في في على دي نوت تربيع في المعادلة دي اسمها معادلة كارمون كازوني المعادلة دي اتش نوت ده هو الفقد في الضغط او الهيد لوس اللي بيحصل داخل وسط رشيح لكن ايه بقى ايه الرموز دي كلها هنتكلم بالتفصيل شوفوا بقى ايه دي المعادلة ايه دي المعادلة اللي احنا بتكلم عليها المعادلة دي بتقول ايه؟ بتقول ان الفقد في الضغط بيتعتمد على مجموعة من العوامل فقد في الضغط في المرشح بيتعمد على مجموعة من العوامل ايه العوامل دي بقى؟ اول حاجه خلينا نقول ان H دي هي الفقد في الضغط طيب الجي جي عاجلة الجاذب الأرضية تسعة واحتمانين من مية تمام الميو الميو دي هي الزوجة كايناماتيك بيسكوستي اللزوجة اللي بتعتمد على درجة الحرارة وطبعا عادة دي احنا بنعتبرها يعني احنا بنشتغل عادة في درجات الحرارة يعني تقريبا بتعتبر سابتة ما فيش اختلافات كبيرة فبالتالي ده عامل من العامل احنا يعني نقدر نقول في اوروبا ممكن تختلف لان درجة الحرارة تنقافت جدا بالليل عن النهار فممكن اللزوجة تزيد اوي فبالتالي الفقدة في الضغط بيزيد طبعا واضح جدا لان الميو لما تزيد الاتش هيزيد طبعا من المعادلة واضحة جدا قدامنا ده كان عموما العامل ده بالنسبة لنا احنا هنا في مصر وفي الدول العربية يعني ما يكونش له عامل مهمة اوي طيب بعد كده في عندنا البي نوت ايه البي نوت البي نوت دي هي المسمية مسامية الفلتر او مسامية الوسط الترشيحي اللي هي كمية الهوى الموجود داخل وحدة الحجوم من او نسبة الهوى وحدة الحجوم من ايه من الوسط الترشيحي وطبعا المسامي دي بتعتمل على حجم الرملة نفس الحبابات نفسها يعني الحبابات لو كانت نعمة المسامية بتبقى قليلة البرست يعني تبقى قليلة حجم صغير ولو كان زلط كبير فيبقى المسامي بتاعته بيبقى كبيرة فاني قدر نقول ان المسامي دي بتعتمد المسامية دي بتعتمد على نوعية الرمل نفسه حجم القطر الفعال بتاع الرمل النقطة التانية اللي لازم يكونوا واخدين بلا منها ان الرمل اللي عندنا الرمل بتاعنا في المنسوعات الرملية السريعة اللي هو الحجم الفعال القطر الفعال بتاعه حوالي خمسة امني من مية بيكون البرست بتاعته حوالي ثمانية وثلاثين في المية اربعين في المية اربعين في المية من حجمه بيبقى هوا من واحدة الحجم بتاعته بيبقى هوا تمام؟ طيب المسامية دي حاجة ثابتة؟ لا مش ثابتة في البداية الخالص بنسميها بي نوت الوستر شيحه منظيف المسامه هي نظيفة طيب وبعدين مع الوقت المسامي دي بتتسد فالمسامية بتتغير فبتبتلي المسامية بتبتلي تقل ماشي؟ يبقى احنا عندنا قد تاني عامل هو المسامية بعد كده ال V ال V دي اللي هو معدل الترشيح معدل الترشيح يعني ايه؟ يعني كم متر مقعب في واحدة الحجوم في الساعة يعني كم متر مقعب بيعدي على المتر المربع في الساعة دي اللي هي ال V طبعا احنا ممكن بدل من قول متر مقعب على متر مربع في الساعة نقول دي متر ساعة وتقريبا دي يعني نقدر نقول ان هي سرعة المية في المرور داخل الواسط الترشيحي دي السرعة V طب امال ايه ال D بقى؟ ال D ده القطر الفعال قطر الفعال احنا عارفين فيه اختبار في المعمل اختبار المناخل اللي بيحدد لنا دي عشرة وبيمرر 10% ده القطر الفعال طيب ال L ال L ده هو ارتفاع الوسطى الشيحي ارتفاع الوسطى الشيحي طيب احنا استفدنا ايه بقى لما عرفنا المعادلة دي نقدر نقولك ان الفقد في الضغط الهو H بيتناسب ترضيا معه من خلال المعادلة كده بيتناسب الترضيا معه اول حاجة ارتفاع الوسطى الشيحي طبعا يعني كل ما ارتفع الوسطى الشيحي كل ما الفقد في الضغط بيزيد يعني معدل انسداد الفلتر بيزيد منطقي طيب مع ال V برضو معدل الفقد في الضغط بيزيد مع زادة التحميل على المرشح كل ما تزود كمية الماء لده خلاله كل ما يتسدى اسرة برضو منطقي بيتناسب عكسيا مع القطر الفعال يعني ايه يعني كل ما كان الرمل ما قطره اكبر كل ما تسد اقل او معدل انسداده بيبقى اقل طبيعي برضو يعني برضو بنفس المعنى ان القطر الرمل لو كان ناعم لو الرمل كان ناعم معنى كده ممكن يتسدى اسرع طيب بيبقى دي العوامل اللي بتتحكم لنا او اللي احنا نقدر نقول ان دي العوامل اساسية اللي ممكن تسبب او بتشارك او بتبقى اندكيشن المعدل الفقد في الضغط حيبقى ايه يعني مثلا المعدل الفقد في الضغط اللي ابتدائي المرشح نظيف لو كان قطر الفعال بتاعه مثلا هنفترض خمسة من عشرة او ثلاثة من عشرة يعني رمل ناعم كده ممكن ان هو يكون بداية التجويل بتاع المرشح في معدل فقد في الضغط كبير بينما لو كان الرمل ده القطر الفعال بتاعه واحد ميلي كده ممكن في بداية خالص ما يكونش فيه فقد في الضغط كبير طيب هنستفيد ايه بقى احنا من المعادلة دي المعادلة دي بتقول لنا ان احنا احيانا احيانا الناس بتتصرف في المرشحات بدون معرفة للحدود دي فمسلا في محطة المحطات المرشحات بتسد بسرعة فتلاقي واحد بيقول لك خلاص يبقى تزود الرمل لأ ارتفاع الرمل بتناسب طرديا مع الفقد في الضغط يعني هتزود ارتفاع الرمل هتزود الانسداد يعني احيانا احنا بنقول لي الرمل بتسد بسرعة ليه ممكن نراجع نلاقي ان الارتفاع الاصطر شيحي ازياد من المطلوب طيب المطلوب كام المطلوب هنا المعلومة اللي احنا لازم نكون عارفينها ان الرمل ارتفاعه لو اسمته على قطر على قطر الفعال بتاع الرمل يعني ال على دي المفروض تكون في حدود الالف يعني ايه في حدود الالف يعني تقريبا الف يعني لو الرمل تسعة من عشرة يبقى ارتفاع الرمل لو الرمل قطر الفعال بتاعه تسعة من عشرة ميلي يبقى ارتفاع الرمل تسعين سنتي مش اكتر يعني احنا بقولك بحدود الف يعني تسعمائة وخمسين كويس تسعمائة كويس لكن ما يبقاش مثلا يعني سبعمائة ما ينفعش واهدين بالكم المعادلة دي مهمة جدا ان انت لازم تاخد بالك ان الا على دي في حدود الف يعني لو مرشح بتسد بسرعة ممكن جدا يكون السبب من ضمن الاسباب ان الرمل انا مثلا زودناه وزودناه ازيد من لازم واهدين بالكم طيب حاجة نقولها بنقول ليه بيحصل ظاهرة الضغط السالب ظاهرة الضغط السالب طبعا اول حاجة احنا شغلنا الرمل ازيد من لازم فترة طويلة جدا جدا فصد فتصدر لكن هو بيتصدر بعد اربع خمس ساعات احنا هنا ممكن نفكر ان في اسباب تانية ومن ضمنها ان يكون مسلا ارتفاع الرمل ازيد من لازم يعني نشوف الحجم الفعال كام وارتفاع الرمل كام مزبوط طيب في حاجة تانية في حاجات تانية شوفوا بقى تلوقتي احنا بنقول بتحصل العملية دي بعد زمن طويل طيب افرض العملية دي بتحصل معايا بعد مسلا يعني عشر ساعات اه لا كده مش طبيعي كده لازم نفكر ان في سبب الرسمة دي بتقول لنا ان المفروض الفائد في الضغط الاتدائي بيكون له رقم وان هو بيزيد تدريجي فانا ناخد بالي فعلا في البداية الخالص المرشح يكون شغال طبيعي ولا ولا هو اصلا متغسلش وبالتالي بداية بادي ومش من اتش نوت بادي من اتش اصلا متغسلش كويس فلا زالت المسامة مليانة يبقى ده من ضمن اسباب انك انت بيتصدر بسرعة لانه متغسلش كويس وانده سبب وبيباني ازاي بقى ده لو احنا عملنا تجربة تجربة المحتوى الطيني وشوف بقى شوفنا الوصلشيحي فيه من جوح حيش طين جوا ولا لأ اوخدين بالكم يبقى ده كمان احد الاسباب لكن في اسباب تانية اه في اسباب تانية شوفوا بقى من ضمن الاسباب الثانية ان هو اثناء التشغيل التشغيل الخاطئ من ضمن المشاكل في التشغيل ان هو بيشتغل ولرمل تشوف الرمل يبقى الوصلشيحي في هوا لما لما الماء تزيد هيحبس جوا الهوى وبالتالي الهوى ده هيعمل ظهرة حفص الهوى او الضغط نجة داخل الوسترشيح تمام؟ يبقى دي كمان ايه؟ يبقى دي كمان سبب يعني زي ما قلنا ان من ضمن الاسباب انكشف الوسترشيح طيب في اسباب تانية طبعا في اسباب تانية السبب التاني هنا ان ممكن الهوى يتسرب الوسط الترشيحي احيانا محبس الهوى ما تكونش محكمة فاللي بيحصل ان انت بتغسل المرشح والمرشح التاني بتري يظهر فيه فقعات زي الصورة اللي قدامكم دي المرشح بيرشع زي ما تشايفين لكن الوسط المية كلها فقعات هوى دي الفقعات الهوى دي جاية من تسرب الهوى من المرشح المجاور له المرشح بيتغسل بالهوى والهوى جزء منه بتسرب داخل المرشح يعمل لنا ظاهرة حبس الهوى او الضغط السالب داخل المرشح الخلاصة ان ظاهرة الفقد في الضغط داخل المرشحات ظاهرة طبيعية طبيعي جدا انها بتحصل طالما انت بتشغل المرشح لازم بيحصل في فقد في الضغط لكن الحكاية كلها اللي متكلم عليها هو معدل زيادة الفقد في الضغط تاني حاجة ان الفقد في الضغط ده له عوامل بتؤثر فيه بتزوده او بتقلله زي ارتفاع الوسط الترشيخي والقطر الفعال والمسامية والمعدل التصرف اللي داخل على الفلتر كل ده عوامل لازم تكون في بالنا واحنا بنقول الكلام ده تسد ليه خدوا بالكم ان معدل دخول كمية المرشح اللي داخل على المرشح برضو ممكن تسده زي ما احنا شوفنا من خلال المعدل بقت كارمون كازوني المعدل فقد في الضغط بتقول كده السرعة لو زادت معدل تحميل المرشح زاد ممكن يتسد بسرعة ده واحد من العوامل المسامية كمان لازم نكون اخدين بالنا انها متغيرة يعني ايه يعني اما كنتش امكانش تغسل كويس يبقى انت كده ممكن فقد في الضغط اللي بتدائي اللي بتدري الشغل في المرشح ده بيكون اعلى من المتوقع وبالتالي الفقد في الضغط بيبقى سريح وبالتالي بيحصل انسداد سريح للمرشحات اخيرا ان من ضمن الاسباب هي اسباب تشغيلية من ضمن الاسباب تشغيلية زي مثلا الغسيل الخاطئ زي ما قلنا التسرب الهوى انكشافه الوسط الترشيحي الكلام ده كله لازم يكون في بالنا واحنا شايفين الظاهرة دي بتحصل للمرشحات بتاعتنا كده انبقى وصلنا لاخر حلقة النهاردة نرجو ان تكون مفيدة وادعوكم نتواصل من خلال الايميل الموجود على الشاشة او من خلال قناة اليوتيوب بشكركم شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة